إذا سب رجل آخر وانتصر لنفسه فإنهما يسميان مستبان يطلق عليهم هذا الوصف مستبان مع أن هناك ظالم وهناك مظلوم لكن شملهم الوصف لكون المظلوم انتصر لنفسه الأمر الثاني أن من سب آخر وانتصر لنفسه بحدود ما سبه فيه فالإثم على البادي أما الذي انتصر فلا إثم عليه ولذلك قال الله جل وعلا وَالَمَنِ انْتَصَرَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ فأولئك ما عليهم من سبيل يقول جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها يقول جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به لاحظ بمثلي يعني مثلا إذا قال سب شخص آخر فقال يا ظالم هذا سب فرد عليه قال أنت الظالم انتصر هنا الإثم على من؟ على البادي قال له يا فاسق فرد عليه وقال أنت الفاسق الإثم على من؟ على البادي منهما فإذا قال له يا كذاب قال بل أنت الكذاب وهكذا فعلى البادي منهما أما المظلوم الذي رد فهذا ممن أذنت له الشريعة بالانتصار لنفسه أما إذا اعتدى المظلوم بحيث أنه جاوز كما قال ما لم يعتد المظلوم فإنه يتحول من كونه مظلوما إلى كونه ظالم يعني مثال رجل قال لآخر يا ظالم فقال له أنت الظالم والفاسق والفاجر فالأول فالأول عليه الإثم لماذا؟ لأنه ابتدأ السب والمظلوم عليه الإثم أيضا لأنه اعتدى فهو لم يرد بمثل لفظة السباب التي وجهت إليه وإنما زاد واعتدى زاد واعتدى لاحظتم الفرق ولذلك بعض الناس يتحول من كونه مظلوما إلى كونه ظالما إلى أن يكون ظالما بمثل هذا التصرف بالاعتداء لأن الله تعالى حكم عدل سبحانه وتعالى ولذلك الإنسان إذا سبه أحد فأمامه مجموعة من التصرفات يفعلها أولا عدم الرد عدم الرد لأن ما من أحد يسب ويشتم ويصبر إلا ويوكل الله عز وجل ملكا يدافع عنه قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر ورجل يسب أبا بكر رجل يسب أبا بكر وأبا بكر ساكت والنبي عليه الصلاة والسلام يتبسم فانتصر أبا بكر لنفسه انتصر ورد فقام النبي عليه الصلاة والسلام فتبعه أبا بكر فقال يا رسول الله كنت ساكتاً وتنظر إلي فلما انتصرت قمت قال رأيت ملكاً يدافع عنك فلما انتصرت ذهب الملك فذهبت أو قمت إذن طبعاً هذه مرتبة نسأل الله العافية يعني والسلامة ولعانة أعتقد بأنه يعني تحتاج إلى مجاهدة مرتبة صعبة شخص يسبك وأن تسكت مستشعر بأن هناك ملك يدافع عنك ويذب عنك مرتبة عظيمة مرتبة عظيمة وهذه قد تأتي من خلال كظم الغيظ استحضار الأجر يعني الشعور بوجود ملك يدافع عنك ممكن الأمر الثاني أنك ترد وذلك بمثل السب حتى لا تأثم حتى لا تأثم بهذه الطريقة تكون يعني قد أنصفت من نفسك تحديث مستشعر بأنك تحديث مستشعر بأنك